اشتركوا في القناة سلم على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين القتل أول جريمة لبن الإنسان على الأرض وقد كان سببها السبب ذاته الذي أخرج آدم من الجنة وهو الحسد فوقع من ابن آدم ما حذر الله منه فالحسد هو أول مداخل الشيطان سيدي الإمام هل عرفت لنا معنى الحسد؟ الحسد مرض عظيم وداء خطير يصيب الحاسد نفسه فيأخذه الهم والغم والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود وتكون مكللة بالصفات الذميمة كالغيرة والحقد والكراهية وقال الله شر الحسد والحاسدين ما بال التوأمين اللذين ذهبا ولم يعودا؟ مولاتي لقد تحدث عن آخرين معهما ألم يعلم أنني أنا زنعانة ملكة الجن؟ أخفينا عنهما يا مولاتي حتى نعلم ما وراءهما أجل فقد قال إن هناك آخرين غيرهما ابحثوا عنهم جميعا أريد حشد الجنود والأتباع حتى تعود مملكتي من جديد مملكتي التي ضمرها ملائكة السماء هيا هيا انطلقوا من اتبعتمني أنها كانت النموات نرضى بحكم الله عز وجل ونعيش في سلام عسى أن يتوب الله علينا ونبتعد عن طريق إبليس حتى لا يوردنا النار معه لقد مات كبير الجن سوميا ماذا سنفعل الآن؟ هل نذهب إلى إبليس وننضم إليه؟ أجل نذهب إلى إبليس لنكون من جنوده أنا لا أستطيع أن أنظر إلى عينيه إنه يملأني رعبا لا يجب أن نتسرع في اتخاذ القرار لنستطلع أولا أمر القوم الذين ذهب إليهم شاصر وبعصر نعم يجب أن لا نتورط مع أي فريق حتى نتبين الأمر وماذا سيفعل أجباع سوميا بعد أن مات؟ لعشاءنا لنا شاصر باصر نعم اذهبا بنا إلى هؤلاء الآخرين هيا النهر يجف والمراعي يصيبها الجد وقابل يحتكر الحنطة والثمار لم يعد في الرواب ماء ولا شجر يعطي الثمار ولم يعد أمام هابيل وإقليما إلا اللجوء لقابيل وأرضه حيث الثمار والطعام لهم ولأغنامهم هابيل إني متعبة جدا لم يعد لدينا ما نقطات به بعد أن جف النبا وأصبحت النباتات يابسة والأغنام جوعة سأحاول البحث عن مرعا آخر وربما أجد نبع ماء دعنا نذهب إلى أخينا قابيل فعنده الحنطة والثمار لا يا إقليما قابيل يكرهني وسيظهر الشماتة لي وأخشى إن تواجهنا مرة أخرى أن يحدث ما لا يحمد عقباه آه الجوع يرهقني يا هابيل إلى متى ننتظر حتى تعود السحب بالأمطار يجب أن نحتمل لا لم أعد أحتمل يا هابيل إني ذاهبة إلي ترجمة نانسي قنقر سيهلك الإثنان إقليما وهابيل أيها الغبية لا يجب أن يموت الآن يجب أن ينشب الصراع بينهم جميعا ويقتتلوا هكذا سيكون الأمر أكثر متعة ترى من سيرتكب أول جريمة في تاريخ بني آدم قابيل أم هابيل المهم أن تقع الجريمة أن يسيل الدم كي ينفطر قلب آدم وحواء فلنترقب إذن أشعر أن ساعة أحد هؤلاء الإخوة قد اقتربت فأنا أشم رائحة الموت في كل مكان اعصفي يا رياح الشر اعصفي على الأرض اقتربت ساعة الانتصار يا إبليس حانت لحظة الانتقام من آدم وبنيه فالتعصفي يا رياح الشر اه انتظروا حتى تحضر مولاتي مولاتك؟ هل تقصد الملكة زنعانة؟ لقد هلكنا نهرب من إبليس لنقع في يدي من هو أكثر منه شراً؟ سوف أهرب من هنا قبل أن تأتي وأنا أيضاً لن أظل هنا حتى تأتي هذه الشريرة صمتاً أيها الشقيان أنتما سببوا هذه الورطة مولاتي الملكة ملكة العالم السفلي فلينحني الجميع مرحباً بكم أيها الأتباع المخلصون مولاتي لا قد ظننا أنك ظننتم أني هلاكت مع من هلك أليس كذلك؟ هو ذاك يا مولاتي ماذا عندكم من أخبار باقي الأتباع؟ أه 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 هناك أخرون يا مولاتي أجل يا مولاتي ويدبعون ملكاً اسمه إبليس أصمت أيها الغبي أنا الملكة على هذه الأرض أنا الملكة ولا أحد غيري وليأتي الجميع وعلى رأسهم إبليس هذا ليقدم لي فروض الولاء والطاعة أجل ولكن أنا أصمت أصمت ولا تتكلم حتى آذن لك اسمع ستذهب أنت وتوأمك هذا إلى المدعو إبليس ليأتي إلى هنا مع أتباعه على الفور ها؟ هيا هيا انصرف قابيل أنا التي أقنعتها بيل أن يأتي إليك لقد عجزت عن احتمال الجوع كل ما في خزانتي من حنتة وثمار لك يا أقليمة ولها بيل من أجل خاطرك قابيل ما جئت لتعولني ولا أقبل أن تعطيني طعاما لا أستحق هابيل أنا جائعة فلترجع حديثك هذا مع أخيك أغنمنا أيضا على وشك أن تهلك وأنيس كاد يموت جوعا أنيس هل هذا هو الوحش المخيف؟ لماذا لا تسمعني زائرك كما كنت تفعل؟ هاك يدي هل تستطيع أن تنهشها؟ قابيل أنيس لم يستطيع أن يفعل شيئا لقد عضه الجوع إنه لم يعود وحشا يبدو أن هابيل كان على حق دعنا نعود يا هابيل الجوع أرحم من شماتتك لا لا يا إقليمة سوف نتفق ولن نختلف أبدا لا لا أظن صدقيني لقد جاء أبوانا أيضا إنها ما بالداخل هيا هيا يا إقليمة بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتراه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير نستكمل ما قد بدأناه من قصة سيدنا آدم عليه السلام هبيل إنني متعبة لم أعد أطيق العمل في الحقل لا يا إقليمة هناك شيء آخر صارحيني به لبودة وقابيل لبودة تنعم في الظلال وأنا معك هنا في الهجير هي تتصرف في خزائن الحنطة والطعام وأنا مع الأغنام وأحرث الأرض ولبودة وقابيل لابد أنهما كفا كفا إنني أسمع صوت الشيطان أسمع صوت الشك والحسد من حقها أن تشك من حقها أن تتمرض من حقها أن تحسد كفا 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 إقليمة هيا تمرضي هيا تمرضي تمرضي مسكينة يا إقليمة لقد تمكن الشيطان منك رحمك يا رب أرد إبليس أن يدفع البشر جميعا من أبناء آدم وذريته إلى الماصية وأن يشعل بينهم العداوة والبغضاء فراح يوسوس لأبناء آدم حتى استطاع أن يوقع الفتنة بينهم ويشعل نار العداوة والشقاق بين الإخوة جميعا إلى متى هذا التخاصم بينكم يا إخوتي؟ أما آن الأوان لأن تصفى قلوبكم أنا لا أحمل أي تضغينة تجاه أخي قبيل بالعكس أنا أحمل له كل الحب والود لن تصفى القلوب حتى يعود الحق لأصعابه أي حق يا قبيل؟ إقليمة وأمي وأنا أحق بها آه ليتني اختفيت من على وجه الأرض ولا أرى ما يحدث بينكم أنت تريد أن تأخذ ما ليس لك؟ هل أحدثك مرة أخرى عما سنه أبونا وأصبح عرفا؟ وأنا لا أعترف بهذا العرف والحل يا قبيل واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحديهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سيدي الإمام ما معنى القربان؟ يا بني القربان له معاني كثيرة وكلها تصب في معنى التقرب إلى الله عز وجل وكذلك تحقيق رضاه ومحبته وكل هذا من أولويات المسلم الحاذق الحريص على دينه وقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه التقرب إلى الله إذن يكون بأداء الفرائد من صلاة وصيام وحج أزيدك يا بني إن محبة الله عز وجل تنال بالقيام بالنوافل مثل الصدقة والذبح لوجه الله وفعل الخيرات فالقربان وسيلة من وسائل العبادات المشروعة التي يحصل بها التقرب إلى الله عز وجل والأضحية هل تعتبر أيضا قربانا؟ نعم الأضحية لوجه الله قربانا يتقبله عز وجل ممن كان قلبه عامرا بالتقوى والإيمان سيد الإمام وما هي علامات تقبل القربان؟ يا بني نحن نقصد هنا قبول القربان في قصة ابني آدم ومن علامات هذا القبول نزول نار من السماء تأكل القربان علامة على قبوله ودليل صدق المقرب وذلك أمر خاص بتلك الأزمان ترع means لا ترع المعارضة ما chopped النار ترجمة نانسي قدر بالضوء من أنتم؟ شاصر وباصر حسناً، ولكن كيف أفرق بينكما؟ أنتم توأمان، أليس كذلك؟ بلى، وأنا شاصر إذن، فأنت باصر أجل حسناً يا شاصر ويا باصر، من أين وإلى أين؟ ماذا تقصدين؟ لا أفهم أيها التوأمان، من أين جئتما؟ وإلى أين تذهبان؟ وماذا تفعلان؟ إنه سؤال مركب فعلاً، إنه سؤال صعب التفاهم معكما مشكلة، اذهباً نحن ذاهبان إلى إبليس لعنة الله عليه، وعليكما أيضاً، هيا اذهبا بعيداً عني أنا وأخي رسولان ومن أرسلكما؟ الملكة زنعانة أما زالت تحيا هذه الشقية؟ اسمع أيها التوأمان شاصر وباصر، لا أريد سماع المزيد ولكني أنصحكما بالابتعاد عن هذا اللعين إبليس، وزنعانة أيضاً نخشى أن يصيبنا سوءاً منهما السوء والهلاك مصيركما لا محالة إن لم تبتعد عنهما هيا انصرف وفكر جيداً فيما قلته لكما أبي، أنا لا أريد أن أعصي لك أمراً، ولكني لا أوافق على فكرة القربان أخي، من سيتقبل قربانه ستكون إقليمة زوجته أرفض، أرفض يا قبيل إقليمة، لماذا لا تتكلمين؟ قبيل، ماذا بك؟ لقد أغضبت أبانا، إنه حكم أبينا ويجب أن نرضى به إقليمة أخي الحبيب، يجب أن نرضى بحكم السماء، فربما تقبل قربانك وإذا لم يحدث ساعتها عليك أن تسلم لحكم السماء هل تقبل أن تسلم أيها السيد؟ لا، لن أسلم، لن أسلم قبيل، قبيل إلى أين أنت ذاهب، قبيل، قبيل ماذا تقولاني أيها الغبيان؟ سيدي إبليس، أنا وأخي رسولان، وما علينا إلا البلاغ؟ إنها الملكة زنعانة يا سيدي، وما علينا سوى السماء والطاعة أنا الملك، ولا أحد غيري، وعلى زنعانة أن تأتي هي لتنضم إلى جنودي وأتباعي سيدي إبليس، أقترح أن أذهب أنا إلى الملكة زنعانة، فيبدو أنها تجهل من تكون، وأنا أعرف كيف أتفاهم معها حسنا، حسنا، فليكن يا عينة، اذهبي إليها هيا أمامي أيها الأبلهان مولات الملكة زنعانة من؟ عينة؟ خادمتك يا مولاتي كبرت يا عينة، وحفر الزمن تجعيده على وجهك، ولكن أين المدعو إبليس؟ لماذا لم يأتي معك هو وأتباعه؟ مولاتي الملكة، دعيني أشرح لك الأمر تفضلي لم يعد هناك حاجة للقربان تخلص من هابيل، تخلص لك إقليمة وماذا ستقول إقليمة إذا قتلت هابيل؟ ستكون معك، لك وعدك قلب إقليمة ليس معي، سيهرب مني إلى الأبد سيعود إليك، لن يطيق الوحدة وآدم، ماذا سيقول؟ سيلعنني إلى حين، ثم يعفو عنك ويصفح وماذا سوف أقول للسماء؟ السماء ستشهد علي ستفقد إقليمة إن لم يتقبل قربانك سيأخذها من هابيل، ستصير أضحوكة بين أخوتك لا، إقليمة لي وحدي لن يأخذها أحد مني، ولن أرضى بالقربان بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر المخزون عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في سرك المكنون صلاة ترديه وترضى بها عنا يا من أمره بين الكاف والنون وعلى جميع أنبياء الله ورسله أجمعين آمين علاقة الإنسان مع الشيطان علاقة صراع وتحدي من قديم الزمان وقد بدأت عندما دعي الشيطان للسجود لأبينا آدم عليه السلام فأبى واستكبر كما حكى ذلك القرآن الكريم كما توعد الشيطان بني آدم وأقسم بعزة الله لا يغوينهم وقد ورد في القرآن قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين سيدي الإمام وكيف يحصن الإنسان نفسه ضد وساوس الشيطان أولا يا بني إغواء الشيطان لبني آدم مستمر إلى يوم القيامة وهذا قدر الله فينا لكن ليس له سلطان على المؤمنين المتقين وقد أخبر الله أن كيد الشيطان ضعيف رغم ما أوتي من سبل الإغواء قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فالإنسان إذا التزم بمنهج الله حقا أبعد الله الشيطان عنه فاعتصام المسلم بالكتاب والسنة وطاعته لله ورسوله هو السبيل للنجاة من الوقوع في الزيغ والضلال ومن سبل الشيطان إبليس إذن؟ هذا الملقب بطاوث الملائكة؟ نعم، نعم يا مولاتي وله سلطان عظيم على الجميع وأنا أيضا لملكي وسلطاني وستظلين الملكة التي يدين الجميع لها بالولاء هيا، هيا يا مولاتي إنه في انتظار قدومك وأتباعي وجنودي سيأتي الجميع لنكون تحت راية واحدة راية إبليس لندخل حربا مع آدم وبني حتى نطردهم من هذه الأرض هل من الممكن أن يأتي يوم وأكون مكان إبليس قائدا للشياطين؟ آه، يا لها من مكانة عظيمة يا سهاد، هيا، هيا معي إلى أين يا يونيران؟ هناك نقاش بين قبيل وهبيل وننتظر أن تحدث منه مصيبة كبرى، هيا هيا لنوسوس لهما، هيا بسرعة قبل أن ينصرفها إقليمة من حقي، من حقي أنا، أنا وحدي قبيل، ماذا بك؟ لقد أغضبت أبانا، إنه حكم أبينا ويجب أن نرضى به يا قبيل، عليك أن تتخلص منه، إنه عدو لك وخصمك وأنا لن أقبل بقربان، قد ترفضه السماء ساعتها، عليك أن تسلم لحكم السماء يا هبيل، هو يراك ضعيفا، فلا بد أن تذر له القوة قبيل، قم الآن واضرب هبيل، الآن انصرف الآن من أمامي يا هبيل وأنصحك أن ترفض أنت أيضاً هذا القربان انصرف، انصرف من أمامي لم يخلو عصر من العصور منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض إلى قيام الساعة من الخير والشر ولن يخلو من فريقين هما المؤمنون والكافرون أو أهل الخير وأهل الشر ولو تأملنا في قصص من قبلنا من البشر لوجدنا المشهد نفسه يتقرر بين الفريقين فأهل الخير يعرفون أنهم أهل الخير ولكن أهل الشر لا يعرفون أنهم أهل الشر بل يظنون أنهم هم قوى الخير ويقومون بمحاربة أهل الخير وهذا ديدنهم بل يتهمونهم بأنهم قوى الشر حتى لو كانوا أنبياء أو رسلاً من عند الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر ما من أحد نلجأ إليه بعد موتي سمية مع إبليس ستكونين بأمان إني أمقت هذا اللعين وأنصحكما أن تبتعد عنه كي لا تصيبكما اللعنة لا فائدة من هذا الكلام لا مهرب لنا من إبليس ولا زنعانة ولن نطمئن إلى مكره وأباء اتركوني وشأني إذاً ترجمة نانسي قنقر مرحباً بالملكة العزيزة زنعانة لا تصخر مني يا إبليس لا تصخر مني فلقد نزعتني ملكي وجئتك خاضعة لم أنزعك شيئاً ولكني أحق بالملك والسيادة منك ومن الذي أعطاك هذا الحق؟ لقد أتيت وعداً من الله لم يؤته أحد من قبل عن أي وعد تتكلم يا إبليس؟ الخلود الخلود يا زنعانة فأنا باق على هذه الأرض ما بقيت الحياة أما أنتم فإلى زوال فانون أتيت بالحجة الدامغة يا إبليس وها أنا ذي قد جئت إليك ومن بقي من الأتباع والجنود الحرب طويلة بيننا وبين آدم وذريته وستكونين أنت وجنودك خير سند لي أيها الجنود والأتباع قدموا فرود الولاء والطاعة لسيد هذا العالم إبليس ليتنا لم نخرج من ملجأنا الذي كنا فيه لا فائدة من هذا الكلام لا مهرب لنا من إبليس ولا زنعانة إبليس وزنعانة أشعر بهم دائماً حولنا وعيون أعوانهم تراقبنا أينما ذهبنا إلى أين نهرم؟ وإلى من نلجأ؟ لا حيلة لنا لا حيلة لنا أي رعب هذا الذي نعيش؟ عن فريسة أم الشعور مولاتي؟ أراكما دائماً تنزويان وحدكما وتتهمسان فيما تفكران تكلمة لا شيء يا مولاتي لا شيء هل تعرفاني عقوبة من يخرج عن طاعتي؟ نحن طوع أمرك يا مولاتي نعم نعم نحن طوع أمرك أين التوأمان شاصر وباصر؟ لا ندري ابحث عنهما وأتياني بهما في الحال هيا قابيل إلى أين تأخذني؟ إلى مكان لم ترينه من قبل انظر يا إقليمة يا إلهي هناك وحش يتربص بهم قابيل لماذا أتيت بي إلى هذا المكان؟ انظر يا إقليمة وترقبي ما سيحدث يا إلهي لقد افترس الوحش إحدى الغزلان انظري الآن ماذا سأفعل أنا؟ قابيل أنت تخيفني ماذا تفعل؟ هذا المنظر قد ترينه بشكل آخر فلنغادر هذا المكان فأنا لا أطيق منظر الدماء إقليمة بكلمة منك يمكنك أن تمنعي أن تسيل مثل هذه الدماء قوليها ماذا تقصد؟ تعلمين جيدا ماذا أقصد؟ قابيل، لماذا لتدفعني إلى كرهك أكثر؟ هل تقرحينني يا إقليمة؟ نعم، أقرحك ولن أرضى بهبيل بديلاً والقربان؟ لن أقبل به إذا وقع اختياره عليك إذا سأقبل به أنا يا إقليمة سأقبل بالقربان ولن يأخذك مني أحد أتسمعين؟ لن يأخذك مني أحد أتركني، أتركني هابيل، هابيل، أبشر لقد رضيت بالقربان لبودة، رضيت بالقربان رضيت بالقربان يا أبي أعلنها عليكم جميعا قابيل سيقدم قربانه إقليمة، 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 إقليمة بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم يقص علينا القرآن الكريم في سياق قصة ابني آدم عليه السلام حيث تقرب كلاهما بالقرابين إلى الله لنيل رضاه قال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ويشاء الله أن يتقبل قربان أحدهما وأن لا يتقبل قربان الآخر فلعل أحدنا يتقرب إلى الله بالمال الحرام ويظن أنه قدم لله ما يليق ونسي أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولعل أحدنا يتصدق لله سرا بأقل القليل ولكنها معطرة بالطهر والصدق والتقى فيتقبل الحق سبحانه وتعالى منه مزداقا لقوله إنما يتقبل الله من المتقين إقليمة، ماذا بك؟ وما هذه الدماء التي على ثيابك؟ لقد جن أخوك يا لبودة قبيل، ماذا حدث؟ تحول إلى وعش آدمي، متعطش للدماء أين كنت يا إقليمة؟ أخذني إلى مكان تسكنه الوحوش لم أراه من قبل، إنه لم يعد يخشاه الوحوش؟ ليتها افترستك كي أسترح منك أيتها المتباهية بجمالها لقد ملأني رعبا إنه يضمر شرا يا لبودة إنه يضمر شرا إهدئي، لن يحدث شيء اذهبي الآن واستبدل هذه الثيابة الملطخة بالدماء حتى لا يراها أبوانا لقد ملتعرفتك بشكل صحيح أشتركوا في القناة لقد مراجزوا الوحوش لقد مراجزوا الوحوش محوش لقد مستضعوا الوحوش سعروا الوحوش لقد بغضوا الوحوش سعروا الوحوش دميمة دميمة لا لا يا لبود العزيزة لست دميمة ولكن وجود إقليمة صور لهم أنك دميمة هذا لأنها جميلة إقليمة إقليمة هي غريمتك التي يتنافس عليها الأخوان الجميع يهتم بها أما أنت أما أنت أما أنا أنا لا شيء أنا صراب أليس هذا ظلم أليس هذا إجحاف ثور تمردي تمردي على هذا الظلم طفح الكيل وأنا هنا أجلس عجزة ذليلة إقليمة هي العقبة الكنود تخلصي منها يخلص لك وجه الجميع وتصبحين وحدك أميرة القلوب يتنافس عليك يتنافس عليك الأخوان قابيل وهابيل تخلصي من إقليمة إقليمة طالما بقيت إقليمة على هذه الأرض فلا وجود لك لا وجود لليبودة في وجود إقليمة الجميلة فلتذهب إلى أرض الوحوش مرة أخرى ولكن سيكون ذهابا بلا عودة بلا عودة يا إقليمة أنا أكرهك هو ذاك إقليمة لابد أن تختفي من هذا الوجود تخلصي منها يليبودة تخلصي من إقليمة شكرا للمشاهدة العبادة جب ray شكرا للمشاهدة لإنها Religions عبر عبر شكرا للمشاهدة سن missing للمشاهدة من جديد أخي باصر ماذا سنفعل الآن؟ لقد وقعنا بين شقي رحة إبليس وزنعانة أكاد أموت رعبا منهما وبخاصة زنعانة كلما وقعت عيني على عينيها ارتعد جسدي خوفا تحاشى النظر إلى عينيها إذن أين عن فريسة وأم الشعور؟ أين كنتم أيها الشقيان؟ منعي حالنا لا فائدة من هذا الكلام أمرت زنعانة بإحضاركما حالا هل أصبحتما من حاشيتها؟ ما باليد حيلة ما بعثنا نفعل؟ تقدم تقدم أيها الأبلهان عينها تخيفني فلنسرع إليها إذن قبل أن ينزل بنا عقابه هيا ماذا دهاك يا قبيل؟ كيف تجرئين؟ قبيل ماذا فعلت مع إقليمة؟ لا شأن لك ألن تصحبني أنا أيضا إلى أرض الوحوش؟ قريبا يا ليبودة قريبا كي أتخلص منك إلى الأبد أيتها الثرثارة؟ مسكين أنت يا قبيل تجري خلف حلم لن يتحقق سيتحقق أيتها الحقودة أيها الإبن العاق حلمك مرهون بقربان تخشى أن تقبله بل قبلت بحكم القربان وستصبح أقليمة من حقي حقي أنا أوهامك ستقتلك أيها المسكين فمثلك لن تقبل السماء منه شيئاً أين كنتما أيها الأبلهان؟ طوع أمرك يا مولاتي هل تعرفاني شيئاً عن السحر؟ لا هل اعترضتما سبيل الأخوين قابيل وهبيل؟ لا ألم توسوس لأحد منهما؟ لا لا هيا غربا إذن عن وجهي لا فائدة لكما وأنتما أمر مولاتي ماذا تفعلان؟ نعم نعم نحن طوع أمرك هيا هيا معي لنرى أمر الأختين إقليمة وليبودة أبي جئت إليك أطلب الصفحة على ما بدر مني في ساعة غضب يمسح آدم على رأس ابنه ناصحاً إياه بالابتعاد عن طريق الشيطان إن الشيطان نزغ بيني وبين أخي هابيل فيروي له آدم كيف أن الشيطان يترصد من يتمكن الحسد والطمع من قلبه وحذر آدم عليه السلام ابنه قابيل من هاتين الخصلتين أبي لن يتمكن الشيطان مني لقد قبلت بحكمك قبلت بالقربان فادع الله لي يا أبي روى لنا القرآن الكريم قصة قابيل وهابيل لما فيها من عبر وحكم ينتفع بها المؤمنون ولتكون لهم نبراساً يضيء لهم الطريق ومبيناً الترابط الأسري وأهميته لحفظ التوازن العائلي ولقد كان قابيل ذا شخصية مريضة تمتزج بها عناصر الشر وتسيطر على تصرفاتها دواع الطمع والعدوان والتمرض على حكم الحق أما أخوها بيل فكان صالحاً تقياً وما حدث بين الأخوين يقع مثله عادة بين أفراد العائلة الواحدة إلى الآن ويتقرر على مدى الأزمان إنه الصراع بين الخير والشر الذي لن ينتهي ما دامت الحياة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخماس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين التوفيق للعمل الصالح نعمة عظيمة ولكن هذه النعمة لا تتم إلا بنعمة أخرى أعظم منها ألا وهي نعمة القبول إذ ما قيمة العمل إذا رد على صاحبه أو لم يفتح له باب القبول من الله تبارك وتعالى لقد بنى الخليل وولده الكعبة وهما يتضرعان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وكانت امرأة عمران تبتهل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم أنتaker komen لكم وتعالى ترجمة نانسي قنقر لم أعد أطيق هذه الحياة أصبحت حياتنا كلها خوف وفزع إقليمة ماذا تريدينني أن أصنع؟ لا أدري إنها مسؤليتك ماذا تريدين منه يا إقليمة؟ أن يذهب إلى قابيل ويواجهه لو أصابه شيء يا هابيل أنا سأقتلك ماذا تقولين يا ليبودا؟ وسأقتلك أنت أيضا وأقتل نفسي ليبودا؟ أجننتي؟ نعم جننت تتصارع أنت وأخوك على إقليمة إقليمة الجميلة وأنا لاعتبار لي كأني صراب لا أحد يراني أنا دميمة أنا دميمة ليبودا 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 لقد نزغ الشيطان بين إخوتي نقدت ما تعهدنا عليه يا قابيل وارتضيت بحكم القربان لم أجد مفر من القبول وتعهدت بذلك أمام أبي إنها حيلة احتال بها عليك أنت تعلم أن هابيل هو المقرب والمفضل لدى آدم أعلم ذلك وإلى ما تهترض بهذا الظلم؟ ارتضيت بالقربان لن أستطيع التراجع سيدعو لهابيل أن يقبل قربانه وعدني أبي أن يدعى لي هل وعدك بالقول؟ لا ولكني رأيت ذلك في عينيه وإذا لم يتقبل قربانك تكون أقيم قضاعت منه دعنا لنستبق الأحداث فلكل حادث حديث إن عالم الشياطين هو العدو الخفي والأشد ضراوة على بني آدم فهو لا يفتأ يفسد أخلاقهم ويلبس عليهم عقائدهم ويلث بينهم العداوة والبغضاء وقد تواطرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان خطر هذا العدو وسبل إضلاله وإفساده حتى يحذره الناس ويكونوا في مأمن من مكره وشره على من تويتي عن فريسة؟ لا أدري فكلمات ياقوتة لاقت هوا في نفسي وأنا أيضاً أستشعر في كلامها الصدق ولكن ما العمل؟ وعيون إبليس وزنعانة تراقبنا طوال الوقت ما من أحد نلجأ إليه بعد موتي سميا فلنفعل إذن مثل ما فعلت ياقوتة وزيتونة ماذا تقصدين؟ نعتزل الجميع ونأوي إلى ركن بعيد عن إبليس وأعوانه لماذا أشعر أننا مراقبان؟ دعينا نرحل من هنا هيا هيا لا شيء لدي سوى أعواد القمح أقدمها قرباناً ماذا تفعل ياقبيل؟ كما ترين أعد قرباني ما الذي جاء بك؟ ربما احتجت مساعدة لا أريد مساعدة من أحد ابتعدي عني قبيل انسى أمر هذا القربان وارضى بحكم أبي أبي؟ قد حكم بالقربان سبق أن حكم أن تكون لي ياقبيل أن أصبح زوجتك انسى إقليمة فإنها لا تحبك وأنا أكرهك هل تفهمين؟ أكرهك قبيل قبيل ترجمة نانسي قنقر غداً غداً هو موعد تقديم القرابين ترى كربان من سيحظى بالقبول ماذا لو لم يتقبل الله قربان هابيل؟ سيخيب رجاؤنا سيكون يوماً أسوداً على إبليس وعلينا كيف؟ إذا خسر هابيل فسوف يتقبل الأمر ويستسلم وسينتهي الصراع بينه وبين قبيل أما إذا لم يتقبل قربان قبيل إذا حدث هذا فسوف يكون بداية خير لنا نحن معشر الشياطين ها قد فهمت أيها الغبي فلنأمل جميعاً ألا يتقبل قربان العزيز قبيل كي نشهد أول جريمة قتل بين بني الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقد سمعتهما يذكران اسم زيتونة ويقوته وماذا عن التوأمين شاصر وباصر؟ سيدي إبليس لا نعلم عنهما شيئاً ولكن إن أذنت لنا لا تنتظر إذناً مني اذهباً وابحثاً عنهما وأتي بهما في الحال هيا امتثل الأخوان قابيل وهابيل لما حكم به آدم عليه السلام بأن يقدم كل منهما قرباناً بعد أن أوحى الله له بذلك حتى ينتهي الخلاف بين الأخوين وهاه هابيل يتخير من أغنامه أثمنها وأملحها ليقدمه إلى الله قرباناً ترى ماذا يا نيام؟ إنه ينتقي أعواد القمح ليقدمها قرباناً قابيل أيضاً قد أعد قربانه ماذا أعد؟ أعواداً من القمح فلنترقب من ستقبل السماء قربانه لقد قررنا الفرار من سطوة زنعانة وإبليس فهل تهربان معنا؟ إلى أين آياتها الشقية؟ لا يقتفي الشيطان بإضلال العباد فحسب بل يزيل لهم هذا الإضلال وهذا الباطل فلا يدع ضحاياه فريسة لتأميب الضمير وإنما يحاول أن يجعلهم في سلام داخلي مع أنفسهم بأن يزين لهم أعمالهم فلا يشعرون بأي نفور من هذه الأعمال أو أنها مخالفة للفطرة قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون شكرا للمشاهدة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بقدر عظمة ذاتك في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين النفس الأمارة بالسوء هي تلك النفس التي تأمر صاحبها بكل سوء من الشهوات فإن تساهل العبد معها وأطاعها فيما تأمر وتنهى قادته إلى كل قبيح ومقروه قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم فأخبر سبحانه وتعالى عن هذه النفس أنها أمارة بالسوء وذلك لكثرة ما تأمر صاحبها بالسوءات ولأن ميلها للشهوات والملذات أصبح عادة فيها هذه النفس هي التي توسوس لفعل الشرور وارتكاب الذنوب والآثام والتخلص من هذه النفس الأمارة بالسوء يكون بكثرة ذكر الله والتمسك بالكتاب والسنة والمداومة على العبادات والفرائض فذلك هو الحصن الحصين كي تسلم النفس من كل سوء يا ويلي هكذا يكون مصيرنا في هذا السجن مصيرنا لم نعرفه بعد سنعرف مصيرنا بعد أن نقف أمام إبليس وزرعانا كنت أشعر طوال الوقت بأن العيون تلاحقنا وما العمل الآن؟ أنت يا عم فريسة من حرطينا على الهرب أصمت أنت أيها الغبي تلاحقنا المصائب منذ أن تقابلنا معكم أصمت يا نذير الشؤن شش صمتا هناك من يراقبنا ويتنصت علينا قلبي قلبي أكاد يتوقف من الخوف فلنصمت كلنا الآن شكرا شكرا قلبي أكاد قلبي أكاد شكرا رضا وكان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإتقانه ويخافون من رده وعدم قبوله وهم الذين قال الحق فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن أخفى القبول على العباد حتى يستمروا في العمل والاجتهاد في جميع الأحوال وقد رويا عن علي رضي الله عنه قال كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين اشتركوا في القناة انطلق قابيل إلى حقول القمح وجمع كوما من السنابل التي لم تنضج بعد بينما مضى هابيل إلى أغنامه فاختار كبشا سليما من كل عيب لأنه سيهديه قربانا إلى الله لقد أحسن هابيل اختيار قربانه قابيل أيها الأحمق ما هذا الذي تحمله إنها أعواد قمح يابسة إبليس وجنوده يشعلون نار الكراهية والضغينة بين الأخوين هاهم يترقبون ما سيحدث لقد نجح إبليس في إغواء قابيل وإضلاله طيور السماء السوداء لا تنبئ بخير أبدا دعينا نختبئ عن عيون إبليس وأتباعه ومضى الاثنان إلى التلال ورح هابيل يسوق كبشه وطرقه فوق التل وسجد هابيل متضرعا إلى الله أن يقبل قربانه وصعد قابيل التل وألقى بكوم القمح بالقرب من كبش هابيل وقد بدى عصبيا لا يدري ماذا يفعل ها قد أتى الغريمان قابيل وهابيل وكل منهما يحمل قربانه ها ماذا يحمل قابيل إنها أعواد قمح يابسة بينما قربان هابيل كبش سمين ها قد حانت ساعة الحقيقة ترى أي قربان سيحظى بالقبول دعينا لنصطبق الحوادث فلننتظر ونترقب اشتركوا في القناة أخرجي من أرضي أغربي عن وجهي ليبودا أنت أيضا تحملين هذا الغصن المدبب وسأقتلك ليبودا هل جننتي إن القربان لم يتبين بعد بل وضح كل شيء وعرفت الحقيقة حقا قربانه من تقبلته السماء قابيل كاذبة من أخبرك بذلك قابيل يا لك من كاذبة قابيل وهابيل على قمة الجبل لو تقبل قربان أحدهما لرأينا العلامة من هنا ولكني رأيت العلامة أين في وجه قابيل لقد رأيت كل شيء في نظرته وهو يمضي إلى الجبل حقا وماذا كان في وجهه عن القربان صرخ بالحقيقة بالذي سوف يحدث بعد القربان قابيل لن ينهزم وأنت المسؤولة يا إقليمة عجبا لماذا تلقين على كهلي وزر المسئولية؟ لأنك موجودة أخرجي أخرجي من هذه الأرض وإلى أين أمضي؟ لا مكان آخر لي إذن فليكن وجودك كالعدم أتفهمين؟ سأبقى في صمت لن ينطق لساني بكلمة ليس لسانك هو الذي يتكلم جمالك هو الذي يتكلم ينطق بالفتنة جمالي يتكلم؟ وكيف أسكته هذا أيضا؟ هكذا هكذا أيتها الزئبة المتوخشة سأغمس أظافري في وجهك سأجعلك شوحاء 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 يا إقليمة بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آل بيته وصحابته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين صلاة دائمة بذوام ملك الله واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحديهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين جاءت هذه الآيات في القرآن الكريم عقب حديث طويل عن رذائل قوم موسى عليه السلام أولئك الذين خالفوا نبيهم وامتنعوا عن طاعته وعن الاهتداء بهديه وقالوا له بكل صلافة وسوء أدب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فساق القرآن الكريم عقب ذلك قصة قابيل وهابيل تخفيفا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما أصابه من قومه وبيانا له أن الذين عصوا أنبياءهم واعتدوا عليهم قد اختفغوا الطريق الذي سلكه قابيل قابيل هذا الظالم في عدوانه على أخيه المظلوم ومضى الاثنان إلى التلال ورح هابيل يسوق قبشه وطرقه فوق التل وسجد هابيل متضرعا إلى الله أن يقبل قربانه وصعد قابيل التل وألقى بكوم القمح بالقرب من كبش هابيل وقد بدى عصبيا لا يدري ماذا يفعل عزيزي إبليس الليل قد حل وما زالت القرابين في مكانها ولم تظهر أي تعلامة هل مللت الانتظار؟ يمكنك أن تنصر في إذن؟ لا 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 أريد أن يفوتني هذا المشهد إذن التزم الصمت ولا تثرثري كيف حالكم أيها الأشقياء؟ هل تجتمتعون بالإقامة هنا؟ هل سنظل هنا طويلا؟ نحن لم نرتكب ذنبا إننا ندين بالطاعة والولاء لسيدي إبليس أريد أن أعرف تهمتنا كي نكون هنا في هذا السجن تهمتكم؟ الخيانة إن ولاءنا لإبليس ومولاتي زنعانة لم يتغير غداً ستمثلون أمام إبليس ليرى حكمه فيكم نحن جنود سيدنا إبليس وخدمه غداً سيتحدد مصيركم فاستعدوا أيها الأصدقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إنها العلامة علامة السماء ما هذه نيران؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله جميعاً وعلى خاتمهم سيد الأنبياء والمرسلين لقد قرب كل من الأخوين قابيل وهابيل قرباناً إلى الله أملاً في قبول الله له وللحصول على رضاه ومغفرته ولإنهاء الخلاف الذي نشب بينهما فكانت النتيجة رفض قربان أحدهما وقابول قربان الآخر ولم يتقبل قابيل رفض الله قربانه برضاً وخضوعاً بل واجهه بطمرد واحتجاج واتجه إلى البغي والعدوان فبدأ بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن قائلاً له لأقتلنك في لهجة تنضح بالحقد وبالحسد الطاغ الذي ينفجر في صدره كالحمم ناسياً أنه حكم الله وقضاؤه ولكنه الحسد ذلك الحسد الذي يواجه فيه الحاسد المحسود من غير ذنب جناه إلا أن الله أنعم عليه ولم ينعم على الحاسد ترجمة نانسي قنقر 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 قبيل لا يريد أن يميز بين الحق والباطل ترك أرضه وحقله ومضى نحو التلال يراقب أخاه الذي ينعم في سلام وقد اشتعل صدره بالحقد والحسد ولم يعد يشغل تفكيره إلا شيء واحد كيف يتخلص من أخيه إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر أيتها الملكة زنعانة ما جزاء من يتمرد على إبليس ويخرج عن سلطانه؟ جزاؤه القتل الرحمة يا مولاتي نحن عبيدك ولم نقترف ذنبا هل أذنت لك بالكلام أيتها الشقية؟ من الذي حردكم على الهرب؟ تكلموا إنهما أقسم لك يا مولي إنه لم يحردنا أحد أقسم لك ترى ماذا يا نويا؟ من الجائز أن نرحمكم ونعفو عنكم ولكن لكن لكن ماذا يا مولاتي؟ أجل أجل يا مولاتي لكن ماذا؟ ولكن بشرط أن تقولوا لنا من شركاؤكم؟ أنا أعلم من شركاؤهم يا زنعانة وحدة منهم كانت نزيلة عندي أعيدوهم إلى السجن ولكن يا مولاي عزيزاتي زنعانة سوف أرى فيهم أمري فيما بعد لدينا ما هو أهم إنك تغتصب حقي وتزاحمني في كل شيء في أي شيء أزاحمك يا قابيل يا أخي؟ إنك تريد حقا ليس لك؟ بل حقي لا يا قابيل لا لقد ارتضينا حكم القربان فكيف تدعي بعد أن تقبل قرباني أن الحق لك؟ لا أعرف غير كلمة واحدة سأقتلك والحياة يا قابيل لا شأن لي بحياتك أنا لا أتكلم عن حياتي بل عن حياة الآخرين انظر إلى هذا السفح القريب حيث نعيش جميعا أبواك وإقليمة وليبودة لماذا تصر على تعكير صفو هذه الحياة الهادئة؟ هاتي يدك لأشهد عليك العالم لا لن أمد يدي إني باصة إليك يدي بالسلام سأقتلك يا هبيل سأقتلك إننا نلمح الوداعة الإيمانية والصفاء الروحي والمشاعر الطاهرة من كلمات هبيل في رده على تهديد أخيه له من خلال ما أخبرنا الله عنه في قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصة يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين اشتركوا في القناة اصبحت منبوذا يا قبيل لا 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 يا قبيل لست منبوذا بل انت السيد وبيدك ايضا ان تصبح سيدة هذه الارض يملكها انهما يمرحان في ارضي الى حين اقض العزم ولا تتردد انتهز الفرصة الان واقضي عليه لا لن استطيع التغلب عليه انتظر اذا حتى يغفو نعم سانتظر بعد ان هبط ادم الى الارض ارد ابليس ان يدفع البشر جميعا من ابناء ادم وذريته الى المعصية وان يشعل بينهم العداوة والبغضاء فرح يوسوس لابناء ادم حتى استطاع ان يوقع الفتنة بينهم وتمكن من اشعال نار العداوة والبغضاء بين ابني ادم انتظر البسط البسط دولة مش باللت المشهر شكرا شكرا لم يبقى غير خطوات قليلة بينك وبين المجد المجد لك يا قبيل هيا هيا تقدم يا ويلتي على ما ينوي قبيل إنه يحمل حجرا في يده رحماك يا رب سيغدر هذا الشقي بأخيه فلنختبئ يا يا قودة اللعين إبليس قد حضر حضر نذير الشؤن ليشهد لحظة انتصاره على آدم وبنيه نجح اللعين في إغواء قبيل وإضلاله لا لن أحتمل رؤية هذا المشهد فلنصرف من هنا بسم الله الرحمن الرحيم لإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين إن قصة هابيل وقابيل هي تجسيد للصراع الأبدي الذي ما زلنا نعاصره صراع الخير والشر والطمع الذي يعقبه الندم والخسران هيا هيا يا قبيل هانت ساعة الانتقام تقدم تقدم ولا تتردد أقتله يا قبيل أقتله كي تفوز بحبيبتك إقليمة أنت السيد وإقليمة لك وحدك لقد دعا آدم لهابيل كي يتقبل قربانه ولم يدعو لك الجميع يتآمرون عليك قبيل أين كنت؟ وما الذي جاء بك إلى هنا؟ هذا شأني متى تجد الشجاعة لإعلان نيتك؟ ما أنتويه؟ لن يصرك يا هابيل متى سينتهي هذا الحقد والحسد من قلبك؟ إنك تستحق الرثاء للحسد ما أبغضك حين تتظاهر بالحكمة يجب أن تخجل الحياة لانتسابك إليها يا قد العزم ولا تتردد انتهز الفرصة الآن واقضي عليه سأقتلك قلت هذا كثيراً أنت أجبل من أن تقتل أراك تتظاهر بالشجاعة؟ اعلم أنني لا أخافك حقدك وحسدك جعل منك شيئاً حقيراً تافها النفس لا تنصت إليه ونفذ ما عزمت عليه اقتله يا قبيل اقتله كي تفوز بحبيبتك إقليماً ألقي بهذا الحجر الذي بيدك إنني أعيذك أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من الظالمين اقتله الآن اقتله لقد أخذ منك إقليما هل نسيت؟ سأقتلك يا هبيل مرة أخرى أقولها لك لإن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ولكن هذه الكلمات الرقيقة المفعمة بالإيمان لم تنفذ إلى قلب قبيل القاسي الذي أوصد أذنيه أمام توسلات أخيه وجمد قلبه من كل مشاعر الحب والرحمة شكراً للمشاهدة أخيه لقد ظلمت نفسك يا أخي هبيل أخي أخي أفق أفق يا هبيل 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 آدم 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 تعال يا آدم أقدم أقدم لترى ماذا فعل بنوك أقدم ليتقطع قلبك حسرات على بنيك أقدم يا آدم أقدم انطلق يا نهر الدم في مجراك الأبدي ولا تبالي نهى البداية يا آدم قتل هابيل قتل تحقق وعدك يا إبليس في آدم وبنيه إنه يوم الانتصار يوم الأمجاد يوم سنجعله عيدا نحتفل به كل عام ما هذه الطيور السوداء التي تملأ السماء هناك؟ يبدو أنها تحوم حول جيفة أحد الحيوانات أشم في الهواء رائحة الموت قابيل لم يعود حتى الآن وكذلك هابيل لماذا تأخرت أيها الحبيب؟ سأذهب وأستطلع الأمر تبدل حال قابيل فزال عنه الغضب وركبه الخوف ترقب بلهفة أن ينهض أخوه أو يتحرك إنحنى فوقه وأخذ يهزه برفق ولكن لم يستجب نداه برجاء فلم يستجب تطلع حوله خائفا ولكن لم يكن هناك من حي إلا الأغنام التي تبعثرت في الوادي بعد أن غاب راعيها شعر آدم بالحزن والقلق وأدرك أن شيئا ما قد حدث حين رأى أغنام هابيل مبعثرة في الوادي دون راع وأخذ ينادي على ابنه هابيل لكن أحدا لم يجب أدرك آدم ساعتها كل شيء وعرف أن قابيل قتل أخاه قابيل قابيل أيها القاتل اللعنة عليك يا قابيل عليك اللحظة يا قابيل السماع تلعنك يا قابيل السماع تلعنك يا قابيل فعلتها يا إبليس فعلتها أيها الملك أنت مليكي أيها السيد يا معشر الجن يا جنود إبليس الأوفياء أقيموا الأفراح ابتهجوا ابتهجوا يا أبناء إبليس اعصفي يا رياح الشر اعصفي على الأرض نعم فاليوم عيد بل هو عيد الأعياد يوم أن سالت دماء بني الإنسان في هذه الأرض إنها البداية فقط يا آدم فلينفطر قلبك على ولدك هابيل حقق إبليس وعده حقق سيدي ومولاي وعده إبليس يا مليكي حققت وعدك حققت وعدك ما أحزنه من مشهد قابيل لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه ما كان أغناه أن يعيش هذه اللحظة البائسة فلتعد أصابع الندمي أيها البن العاق على ما أجرمته في حق أخيك خدعه إبليس وأضله ثم تخلى عنه ما أشد لو اعتقل بآدم وحواء على ما حاق بها بيل دعينا نشاهد ماذا سيفعل هذا الشقي أظلمت الدنيا في وجه قابيل وسؤال واحد كان يدور في ذهنه ويلح عليه بشدة ولا يجد إجابة عليه كيف يخفي جثة أخيه وبينما هو غارق في مخاوفه وأفكاره رأى أمامه شيئا عجيبا قابيل آخر يا ويلتي يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي إنه الخسران المبين وقبيل الخسران المبين بكى قابيل كثيرا بكى لأنه قتل أخاه وبكى لأنه كان عاجزا قليل الحيلة وهو يحمل أخاه ولا يدري ماذا يفعل به فأرسل الله إليه الغراب ليعلمه كيف يواري سوءة أخيه هنا أدرق قابيل كم هو جاهل لا يعرف شيئا وأن الله أرسل إليه ذلك الغراب ليتعلم منه كيف يواري سوءة أخيه اندلع حزن قابيل على أخيه هابيلك النار فأحرقه الندم واكتشف وهو الأسوأ والأضعف أنه قتل الأفضل والأقوى هنا حزن آدم حزنا شديدا على خسارته في ولديه مات أحدهما وكسب الشيطان الآخر بسم الله الرحمن الرحيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين إن قصة قابيل وهابيل تمتد جذورها منذ بدء خلق آدم فالقصة لم تبدأ بصراع بين أخ وأخيه ولم تبدأ في الأرض لقد بدأت القصة يوم أن خلق الله آدم قصة استغل فيها الشيطان واحدا من أبناء آدم لينتقم من الأب والأم وحتى من قابيل نفسه بدأت القصة حين خلق الله آدم ثم رآه إبليس فعلم أنه أجوف وأنه خلق ضعيف وأقسم إن سلط على آدم لا يهلكنه وإن سلط آدم عليه لا يعصينه تمثال أجوف لحياة فيه ماذا عساك تصنعه؟ ها؟ ما بك لا تنطق؟ ماذا وراءك أيها الأجوف؟ هل جئت تزحمني مكانتي عند رب العالمين؟ هل تملك ما أتمتع به من القوة؟ هل تستطيع أن تعبد الله كما أعبده أنا؟ أنا أعبد أهل السماء لله فمن تكون أنت أيها الأجوف المسلسل؟ أنت بلا روح ولا حياة أما لإن سلط عليك لأهلك النك ولإن سلط علي لأعصي النك وهذا ما لا أتمنى وفي لحظة من لحظات الرحمة واللطف الإلهي نفخ الله من روحه في هذا الصلصال فدبت فيه الروح وأصبح بشرا سويا يتنفس ويجيل نظره يمنة ويسره أخذ يتأمل حاله ويتأمل المكان حوله ويحرق يديه ويمشي وجاءت اللحظة الفارقة بين الحق والباطل إنها لحظة الاختبار القبرى أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم أن تسجد لما خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه سجدت الملائكة جميعا ولكن كان هناك مخلوق آخر لم يسجد كان إبليس وهو من الجن في عداد الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود إكراما لآدم عليه السلام وكان إبليس مخلوقا من النار شديد الطاعة لربه كثير العبادة له قال الله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنا خير منه لقد خلقتني من النار أما آدم فمخلوق من الطين النار أفضل من الطين أسجد لمن خلقت طينا؟ قال الله تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ربي ربي إني لم أقصر في تعاطك وعبادتك أمهلني أمهلني يا رب أمهلني إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال عز وجل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ربي بما أغويتني لأقعدن لهم سراتك المستقيم ولأغوينهم أجمعين قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العظيم أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتني كالنذريته إلا قليلة أخرج الله إبليس من الجنة ملعونا صاغرا ذليلا فلما حاول إبليس أن يلبس رداء التكبر ألبسه الله ثوب الذل والهوان ماذا جنيت يا ربي كي أطرد من رحمتك ومن حضرتك لماذا لماذا فضلت هذا المخلوق الترابي علي أن لم أقصر يوم في عبادتك وطاعتك فضلت علي مخلوقا من تراب من طين هذا المخلوق ضعيف فضلته علي أنا أنا المخلوق من نار لماذا لماذا أهكذا أهكذا أفارق هذا المكان الخالد في ذاكرتي أبد الأبدين وداعا وداعا يا من كنت يوما سكني وداعا وداعا ممن كان صادقا بالأمس وأصبح اليوم سيد الكاذبين ولما طرد الله إبليس من الجنة أمر الله تعالى آدم أن يسكن فيها ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين بدأ إبليس وسوسته لآدم وزوجه وقال لهما إن هذه الشجرة هي شجرة الخلد وبالأكل منها ستكونان ملكين ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين واطمأن آدم إلى إبليس اللعين أقسم بالله إني لك يا آدم لمن الناصحين تأكل من تلك الشجرة أنت وزوجك فتصير معا في الجنة إلى الأبد وأكل آدم وزوجه من الشجرة المحرمة بعد أن أقسم لهما إبليس إنه من الصادقين أكل منها طمعا في الخلود فكان أول عقاب لهما أنبدت لهما سوآتهما وكان أمر الله لآدم بالخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض لقد فعلتها فعلتها خادعك إبليس يا آدم أيها المخلوق الترابي الضعيف أصبحنا جميعا عصاه خدعتك خدعتك أيها الغر هيا هيا خلع عنك ثوبك البشري وارتادي ثوب الخلود أنزل الله تعالى آدم وزوجه وإبليس من الجنة إلى الأرض فكان بعضهم لبعض عدو إلى يوم القيامة وتمضي الأيام تل والأيام وأنجبت حواء ولدا وبنتا ثم أنجبت ولدا وبنتا فأصبح عدد سكان الأرض ستة أفراد كانت حواء تلد في البطن الواحد توأمين ابنا وبنتا وفي البطن الثاني توأمين كذلك ابنا وبنتا فيحل زواج ابن البطن الأول من ابن البطن الثاني ولكن كان هناك من لم يقبل بتلك القسمة أراد قابيل أن يستأثر بأخته وتوأمه ورفض زواجها من هابيل فكان القربان هو الحل فأيهما قبل الله قربانه فهو الأحق بها تقبل الله قربان هابيل فاشتعل الحسد في نفس قابيل فطاوعته نفسه وانقاد لحقده وقتل أخاه هابيل قابيل آخر يا ويلتي يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي إنه الخسران المبين وقبيل الخسران المبين وهكذا نأتي إلى نهاية قصة سيدنا آدم عليه السلام في صراعه هو وأبناؤه مع إبليس اللعين وقصة هابيل وقابيل التي ترخص لنا قصة البشرية منذ فجر الإنسانية فهناك من يغلب عليه التسامح والعطاء والنفس الطيبة وهناك آخرون يغلب عليهم البخل والحسد والطمع والآن أودعكم أيها الأحباب على أمل اللقاء بكم مجددا مع قصة أخرى من قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتراه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون